خادت وحدات من الجيش العربية السورية اشتباكات متقطعة مع مجموعات من تنظيم داعش الارهابي في محيط مدينة دير الزور من الجهتين الجنوبية والغربية الاشتباكات تركزت على محاور محيط منطقة البنوراما والمطار والفوج 137 اسفرت عن مقتل العديد من ارهابي التنظيم من بينهما احد المتزاعمي التنظيم في مدينة محسن الى ذلك اشارت مصادر اهلية من ريف دير الزور الى مقتل كامل اعضاء ما يسمى المكتب الامني لتنظيم داعش في قرية الحسينية اضافة الى مقتل اثنين من ارهابي تنظيم داعش على يد احدى سيدات قرية الصالحية بالريف الشمالية